دائما إذا كان بدنا نقارن مشاكل أوروبا وكيف ظهرت العلمانية بأوروبا مشاكلنا في العالم العربي مشاكل أوروبا كانت السلطة الدينية تعين السلطة السياسية وكانت السلطة الدينية هي المخولة بتفسير الكون وفقا للتفسير التورادي للكون فعندما أرادت أوروبا أن تتخلص من السلطة السياسية إلى الكنيسة وتتخلص من التفسير التورادي للكون ظهرت حركة التنوير وظهرت حركة الثورات وفصل الدين عن الدولة أو فصل السياسي عن الدولة هذه العملية هي أن السياسة في أوروبا في القرون الوسطى كانت تحسل سلطة الكنيسة عندنا العملية معاكسة تماما الدين منذ عهد المتوكل أو منذ أن استمر الاستيلاء على المسجد من قبل الأمويين الدين يخضع للسياسة والسلطة فدائما السلطة الدينية عندنا هي تحت مضلة السلطة السياسية على الطول ما كانت بالعكس تهائيا وكانت المعارضة هي الشيعة فمنذ الانقلاب السني الأكبر على زمن متوكل وهناك سلطة دينية وسلطة سياسية ومفهوم الاجتهاد صار محصور تماما لكن بأوروبا في مشكلة أنه كيف ظهرت عامتهم البرلمانات وظهرت الأحزاب والرأي والرأي الآخر أن في الديانة المسيحية لا يوجد شيء اسمه شريعة كيف انفصلت المسيحية عن اليهودية؟ أنها رفضت شريعة موسى في العهد القديم في استثمية الاشتراع هناك 613 بنت الشريعة هذي اسمه الكتاب موسى أو شريعة موسى الديانة المسيحية ربطتها لا يوجد شريعة الديانة المسيحية أخذت قط الوصائل العشر هي أخذت الكود الأخلاقي وبقيت عليه ورفضت شريعة موسى ولهذا السبب لقوا التنويرين في أوروبا سهولة في التعامل أنه يكون فيه برلمانات وأنه هنين نشرعوا وكل الأمور أنه هنين نسا ولأنه بالأصل الديانة المسيحية أصلاً سميت مسيحية وانفصلت عن الديانة اليهودية لأنها رفضت شريعة موسى لدينا العملية معاكسة تماماً لدينا الجزء الأولاً السلطة الدينية تخذر السلطة السياسية ثانياً يوجد شيء اسمه شريعة عندنا فلا يمكن أن نحل مشل التشريعية لي موجودة عندنا غير موجودة في أوروبا لسوأ أنا أقول للعلمانين لا تحاولوا أدقلتوا أوروبا لأن أوروبا ما عندنا المشكلة لدينا مشكلة تانية تماماً نحن مشكلتنا مع الفقه ليس مع العلوم مشكلتنا مشكلة فقهية مشكلتنا أنه هذا يجوز وهذا لا يجوز هذا حراماً وهذا حلال يعق ولا يعق ما مشكلتنا موجود ولا موجود كما كانت المشكلة في أوروبا فمشكلتنا هي مع الاستبدات السياسي ومشكلتنا مع وجود منظومة تشريعية تحت اسم الفقه الإسلامي تحاول ان تفرض نفسها او تقول الناس هذا هو الاسلام وكل الهدف فيها انه انطوره لذا فاننا نميزها مشكلتنا تشجيعية بحدها او ربما كانت عنتها المشكلة والسبب كتير الى الان المتدينين عنها بيرفضوا مفهوم البرلمان لأوروبيين قبلوه بسرعة لانه في عندنا شيء اسمه شريعة ما عندن شيء اسمه شريعة هاي السبب الجواري الان الحركات الاسلامية السياسية ظهرت لكي تقول لرجال لسلطة دينية اعطونا الاسلام ولا تقول لسياسيا هاته السلطة فشرحت مفهوم عكيمية الله لذا فالحركات الاسلامية السياسية في الولادة العربية رجع الى العنف لانه بده يجمع السلطين المدنية السلطة السياسية وسلطة الدينية فيها توحيدة ومن هنا حصل هذا مفهوم العنف والارهاب واذا ممكن نخصص حلقة خاصة لهذه العملية ومن نفس الوقت منلاحز إنه الحركات السياسية الاسلامية علا طول في علاقة غير جاية مع السلطة الدينية لأن السلطة الدينية تخط على السلطة السياسية دائما بينما الحركات الاسلامية لا تخط على السلطة السياسية هي معارضة فهناك دائما في هناك الكونفليكت في أزمة بيناتهم الآن كون الأمر التشريعي كيف ننفق بين الشريعة الإسلامية والبرلمان والرأي الآخر والرأي وحرية الصحافة والاستفتاء والتصويت هل من هذه المفاهيم أصلا لا وجود لها في الفقه الإسلامي الموظوظ بالفقه الإسلامي الموظوظ التاريخي المفاهيم هي الموظوية يعني بالفقه الإسلامي الموظوظ لا يوجد فقه دستوري يعني ما بنقدر نطالع منه فقه دستوري هذا يحتاج إلى أبداع دائما إذا كان بدنا نقارن مشاكل أوروبا وكيف ظهرت العلمانية بأوروبا مشاكلنا في العالم العربي بمشاكل أوروبا كانت السلطة الدينية تعين السلطة السياسية وكانت السلطة الدينية هي المخولة بتفسير الكون وفقا للتفسير الثوراتي للكون فعندما أرادت أوروبا أن تتخلص من السلطة السياسية إلى الكنيسة وتتخلص من التفسير الثوراتي للكون ظهرت حركة التنوير وظهرت حركة الثورات وفصل وصل الدين عن الدولة أو فصل السياسي عن الدولة هذه العملية أي أن السياسة في أوروبا في القرون الوسطى كانت تحت سلطة الكنيسة عندنا العملية معاكسة تماما الدين منذ عهد المتوكل أو منذ أن استمر الاستيلاء على المسجد من قبل الأمويين الدين يخضع للسياسة والسلطة فدائما السلطة الدينية عندنا هي تحت مضلة السلطة السياسية على الطول ما كانت بالعكس تهائيا وكانت المعارضة هي الشيعة فمنذ الانقلاب السني الأكبر على زمان المتوكل وهناك سلطة دينية وسلطة سياسية ومفهوم الاجتهاد صار محصور تماما لكن بأوروبا في مشكلة أنه كيف ظهرت عنهم البرلمانات وظهرت الأحزاب والرأي والرأي الآخر أن في الديانة المسيحية لا يجد شيء اسمه شريعة كيف انفصلت المسيحية عن اليهودية أنها رفضت شريعة موسى في العهد القديم في تثنية الاشتراع هناك 616 بنت الشريح اللي اسمه كتاب موسى أو شريعة موسى الديانة المسيحية ربطتها لا يوجد شريعة الديانة المسيحية أخذت قطئ الوصائل العشر هي أخذت الكود الأخلاقي وبقيت عليه ورفضت شريعة موسى ولهذا السبب لأوا التنويرين في أوروبا سهولة في التعامل أنه يكون في درلمانات وأنه هنين شرعوا وكل الأمور أنه هنين سوا لأنه بالأصل الديانة المسيحية أصلا سميت مسيحية وانفصلت عن الديانة اليهودية لأنها رفضت شريعة موسى عندنا العملية معاكسة تماماً عندنا الجزء الأولاً السلطة الدينية تأخذ على السلطة السياسية ثانياً يوجد شيء اسمه شريعة عندنا فلا يمكن أن نحل المشكلة التشريعية ليه موجودة عندنا غير موجودة بأوروبا لسوأ أنا أقول للعلمانين لا تحاولوا تقلدوا أوروبا لأن أوروبا ما عندنا المشكلة عندنا مشكلة تانية تماماً نحن مشكلتنا مع الفقه وليس مع العلوم مشكلتنا مشكلة فقهية مشكلتنا أنه هذا يجوز وهذا لا يجوز هذا حراماً وهذا حلال يعق ولا يعق ما مشكلتنا موجود ولا موجود كما كانت المشكلة في أوروبا فمشكلتنا هي مع الاستداد السياسي ومشكلتنا مع وجود منظومة تشريعية تحت اسم الفقه الإسلامي تحاول أن تفرض نفسها أو تقول للناس هذا هو الإسلام وكل الهدف فيها أنه انطوراً لذا فإننا نميزها مشكلتنا تشريعية بحثة أوروبا ما كانت عندها المشكلة بلا السبب كثير إلى الآن المتدينين عنها بيرفضوا مفهوم البطلمان لأوروبين قبلوه بسرعة لأنه في عندنا شيء اسمه شريعة ما عندن شيء اسمه شريعة هذه السبب الجواري الآن الحركات الإسلامية السياسية ظهرت لكي تقول لرجال السلطة الدينية أعطونا الإسلام ولا تقول لشياسية نهات السلطة فشرحت مفهوم عكيمية الله لذا فالحركات الإسلامية السياسية في الولادة العربية جزء منها رجع إلى العنف لأنه بده يجمع السلطة المدنية السلطة السياسية وسلطة الدينية فيها توحيدة ومن هنا حصل هذا مفهوم العنف والإرهاب وإذا ممكن نخصص حلقة خاصة لهذه العملية ومن نفس الوقت نلاحظ ان الحركات السياسية الإسلامية على طول عalaقة غير جيدة مع السلطة الدينية دائماً علاقتها غير جيدة لأن السلطة الدينية نتغط على السلطة السياسية دائماً بينما الحركات الإسلامية تتغط على السلطة السياسية هي معارضة فهناك دائماً فيه هناك ال конфليكت في أزمة بيناتهم الآن كون الأمر للشريعي كيف نفتق بين الشريع الإسلامي والبكمان والرأي لآخر والرأي وحرية صحافة والاستفتاء والتصويت علمان هذه المفاهيم أصلا لا وجود لها في الفقه الإسلامي الموروث إنه بالفقه الإسلامي أو في الفقه الإسلامي الموروث التاريخي هالمفاهيم يعني بالفقه الإسلامي الموروث لا يوجد الفقه دستوري ما من قد نطالع منه فقه دستوري هذا يحتاج إلى أبداع